صديقي وما زلت مسر ان الالماس يليك بالرجال بس تعال افرجك على التحفيتين وقل لك تفاصيل الالماس لان حتى اللي اشتروا اشتروا عن ثقة ما عرفوش نوع الالماس ايه يلا بنا دول يا صديقي تحفيتين من الالماس الترسيع الماس 12 حجر الماس والحجر الاساسي هنا الالكزندريت والحجر الاساسي هنا امازونايت تعال اعرفك تفاصيل كل خاتم لكن الاول نعرف ان ده ميلي ديامونت اسمه الماس ميلي هكتب لك الاسم واكتب لك الاسم في الفيديو هنا تقدر تعمل سيرش على جوجل الالماس درجاته كتير واسمي كتير الا ان الميلي ديامونت ده نوع جيد جدا من الالماس والنقاء هنا كويس اوي اوي مش هنقول اعلى نقاء ومش هنقول اوطى هنقول فوق المتوسط بكتير فخاتم الرجالي بالسعر ده فده حاجة عظمة وعظيمة جدا يا صديقي اما بالنسبة لتفاصيل كل خاتم لوحده فده حجر الاكزندريت حجر كبير راوند كوت تقطيع فست للحجر اوكي الحجر تقريبا بحجم سبعة وتمانية من عشرة ايراد هتلاقيه مدون في الشهادة واثناشر حجر من الميلي ديامونت على الخاتم يا صديقي بلاتين طبعا هو بصى من مسكة ايدي وده التحفة الاولى اما بالنسبة للتحفة التانية فهي من الامازونيت برضو الخاتم او الحجر تقريبا بنفس حجم الايراد سبعة وتمانية من عشر ايراد الراوند كوت يا صديقي الكاليرتي بتاعه كويس جدا واللون كمان كويس جدا واثناشر حجر الماس من الميلي ديامونت ناس بتقول دمانة اعمل ايه اجا بيعه حبيبي انا قلتلك وهقولك انا اشتري الخاتم بتاعي في اي وقت لان ده ابني وانا اللي مربيه طبعا احنا متعودين على اغلب الالماس حتى لو بشهادة حتى لو بتجيبه من برا بتجي ما بتعرفش تبيعه الميزة ده انا هشتريه منك تاني دي ميزة التعامل مع صرايا عبدين ميزة التعامل مع صديقك بوبش كنت اتمنى انه يجي مقاسي بصراح والتحفتين من الالماس امازونايت والاكزانداريت بيتنفذ على المقاس علشان اطلاق بلاتين وعشان الالماس وعشان الاحجار اشوفك دايما على خير